السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة بزرة وفسيلة النهاردة هنتكلم عن صبار الشمعدان بالنسبة بقى للناس اللي بتحب العصريات والصباريات النهاردة هنتكلم عن نوع من نباتات الزينة من عائلة الإيفوروبيا صبار الشمعدان واسمه العلمي إيفوروبيا تريجونا من عائلة الإيفوروبيا واللي بيوجد منها حوالي ألفين نوع بتختلف في شكلها وحجمها وطريقة نموها صبار الشمعدان موطنه الأصلي أفريقيا ومضغشكر وجزر الكناري من النباتات العصارية سمي بهذا الاسم لأنه يأخذ شكل الشمعدان صاق هذا النبات مسلسة الشكل تحمل على جوانبها أوراق بيضاوية صغيرة وتتواجد هذه الأوراق على طول الصاق بلون أخضر فاتح بيوصل ارتفاع هذا النباتة جماعة من 3 إلى 5 أمطار يستخدم كسياج للحضائق كما يمكن زراعته في الأصص والأواني الفخاري بعد ما تكلمنا عن وصف هذا النبات الجميل هنتكلم عن طرق العناية بهذا النبات وهذا النبات من أسهل النباتات في عملية الزراعة وعملية الرعاية ومناسب جدا للمبتدئين في عملية الزراعة لأنه نبات يتحمل أكثر الظروف يتحمل الجفاف يتحمل ملوحة التربة يتحمل ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة واللي ممكن توصل لـ 12 درجة مأوي أول حاجة هنتكلم عنها الضوء هذا النبات في فصل الصيف يفضل وضعه في مكان نصف مشمس أي مكان تصل إليه أشعة شمس ولكن معتدلة لأن أشعة الشمس المباشرة أو أشعة الشمس الحارقة تجعل النبات يفقد نظارته وألوانه الطبيعية يعني هنلاقي النبات بدل ما هي ساكو خضراء عند وضعه تحت أشعة الشمس الحارقة أو أشعة الشمس المباشرة سنجد أن ساكو تميل إلى اللون الأحمر أو اللون البني المحمر لذلك يفضل وضعه في فصل الصيف في مكان نصف مشمس أي تصل إليه أشعة شمس من غربيلة زي ما بيقول لكن في فصل الشتاء فهذا النبات يحب أشعة الشمس المباشرة تاني حاجة هنتكلم عنها الرأي هذا النبات من النباتات العصارية وأي نبات عصاري خدوها قعدة يروى عند جفاف الطربة يعني نستنى لما الطربة تنشف تماما تماما وبعدين نسقيه في فصل الصيف يروى عند جفاف الطربة أما في فصل الشتاء فهذا النبات يروى نادرا لأن أحد مشاكل هذا النبات هو الرأي الزائد والرأي الزائد يؤدي إلى مشكلة تعفن الجزور وتعفن الصاق يبقى أي نبات عصاري يا جماعة يروى عند جفاف الطربة يعني ما نفرحش بالمية الكتير ونقعد نسقي النبات ظنن مننا أن عملية الرأي ستؤدي إلى نمو النبات بالعكس الرأي الزائد يؤدي إلى مشكلة تعفن الصاق وتعفن الجزور يبقى ملخص الرأي يا جماعة هذا النبات يروى عند جفاف الطربة في فصل الصيف أما في فصل الشتاء فبنرويه نادرا يا جماعة يعني مرة كده كل شهر كل شهرين لأن زي ما قلت الرأي الزائد يؤدي إلى تعفن الجزور وتعفن الصاق ثالث حاجة هنتكلم عنها التربة التربة بالنسبة لهذا النبات ليست مشكلة لأن هذا النبات يزرع في أغلب أنواع التربة يعني ممكن نزرعه في تربة طينية ممكن نزرعه في تربة رملية ممكن نزرعه في خليط من التربة الطينية والرملية ممكن كمان يزرع في تربة البتموس لكن يفضل التربة الخفيفة جيدة الصرف للماء الزائد وما ننساش فتحات التصريف أسفل الإناء لتصريف الماء الزائد آخر حاجة هنتكلم عنها وهي التقاصر الطريق التقاصر هذا النبات مفيش أسهل من كده يا جماعة عن طريق العقل الصاقية أو البزور أو الخلفات لكن الطريقة الأسهل هي عن طريق العقل عن طريق قص عقلة جانبية بعد كده بنقوم بتكفيف المادة اللبنية بمنديل ورقي لأن إحنا لو نزرعنا العقلة كده على طول في وجود المادة اللبنية فإن العقلة يا جماعة العقلة هلاها بتعفن وهتفشل عملية التقاصر عشان كده يفضل تكفيف المادة اللبنية الأول قبل ما نزرعها في أطربة بعد كده بنزرعها في أصيص مناسب لحين نقلها بقى لما تكبر ننقلها في أصيص أوسع وأصيص أكبر في نهاية الحلقة أنصح الناس المبتدئين في عملية الزراعة باقتناء صبار الشمعدان لأنه نبات سهل الزراعة سهل العناية لا يتطلب أي مجهود أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وإلى اللقاء في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته